موسيقى اهلا بكم من جزيد في فقرة تأساهم اوقوس دايما ما فيش بحياتنا اهم من ولادنا وطبعا اهم بحاجة صحة ولادنا وعشان نقدر ان احنا نحقق المعادلة الصعبة بين ان احنا نشوف ولادنا بيأكلوا اكل مبسوطين بيه وبيحبوه بين ان هم برضو يكونوا اصحاء ويأكلوا اكل صحي حقيقة معادلة صعبة جدا محتاجة ان احنا نتكلم عنها بشكل مفصل اكتر مع حد متخصص في الموضوع ده فعشان كده بساعدني ان هذا يكون منورني في الستوديو في نهارك ابيض ضفتنا الى عزيزة دكتورة امنية الشرين اخصائية التغذية العلاجية والسنة وتغذية الرياضين عشان نتكلم معيها اكتر في الموضوع ده دكتور امنية منوراني ربنا يخليك انا اللي سعيدة بوجودي معاكي النهاردة انا سعيدة اكتر دكتور يعني معادلة صعبة جدا وحاجة صعبة جدا ان احنا نحافظ على اولادنا من فكرة السنة او من خطر السنة والاخطار كمان مش بس السنة كمان الاخطار اللي بتواجههم من فكرة انهم ما يكلوا اكل غير صحي عايزين اول برضو نعرف مشاهدينا كده خطورة السنة وخطورة تناول الاخذية غير الصحية انتي بتتكلمي عن الاطفال خاصة الاطفال بنتكلم انه هنا برضو احنا بنتكلم عن الاطفال ومش بس الاطفال لا شباب في سن المراقة طبعا الفترة دي بتكون فترة مهمة جدا في تكوين حياتهم بعد كده وفي تكوين اجسامهم صح جدا بصي الموضوع ده في منتهى الاهمية لان في يعني امهات كتير قوي بيفتكروا ان بدام ابني شكله كده مليان دي صحة كده ايه صح لما يبقى وزنه زيت كده ومليان دي يعني اكليه كويس وفي برضو امهات كتير بتفتكر ان الولد او الطفل او الطفلة الرفيعة ده كده يعني صحته مش كويس ما بيكلش كويس وهكذا طب احنا نعرف برضو ده ده كلام حلو نعرفه قبل ما تقوليه عن الاخطار انا عرف منين ان ابني كده هو كده ده الوزن المصبوط تيه وكده صحته كويسة بصي ده بيبقى يعني ده بيبقى برسم بياني بيبقى يعني لها طريقة كده حسابت طريقة بيبقى دي كترة هم عارفينها اكتر فهم قصدي ولكن انا لو شفت مثلا ابني صحته تعبانة او بينهج حبتي اقلى ان هو طب ممكن عنده انيميا طب ممكن وزنه قليل فهم قصدي لكن مش زيادة الوزن هي زي معنى كده ان الولد ده صحته كويسة بالعكس بصي للأسف السمنة اللي عند الاطفال دي احنا مش مدركين هي بتأثر عليه دلوقتي ازاي وقدام يعني هي من دلوقتي من وهو لسه صغير هو بيبتدي اصلا السكر الدم بتاعه الطبيعي عالي دي حاجة مع مرور الوقت بتدخله في مشكلة مقاومة الانسولين او الانسولين ريزيستنس لو تسمعي عنا ايوة الكلام نفكزة حالة عن الموضوع دوت وعن فكرة اصابة الاطفال كمان بمرض السكري بالزبط كده فده يعني مع مرور الوقت طول ما الخلايا خلايا الجسم مش متفاعلة وبتقاوم هرمون الانسولين اللي هو مفروض ياخد السكر من الدم يدخله جوا الخلايا طيب ده ما بيحصلش فبيبتدي بقى رد فعل الجسم ان هرمون الانسولين يبتدي يتفرز اكتر واكتر دي حاجة بتبوز اصلا حاجات كتير في الجسم بيبتدي حيث طول الوقت النجعان وهكذا يعني هو هيبتدي يدخل في مقاومة انسولين ده ممكن مع مرور السنين يبتدي يدخل في سكر نوع تاني وبنشوف شباب وجالهم سكر نوع تاني بيبتدي كمان يعمله بيأثر على حاجات كتير يبتدي يأثر على الجهاز التنفسي تلاقي دايما الاطفال اللي عندها سمنة بتتعرض للازمة اكتر من الاطفال اللي وزنها طبيعي وفيه برضو حاجة اسمها سليب أبني أو الاختناء أثناء النوم ده بيبقى برضو بسبب الوزن الزيت يعني ممكن الوزن الزيت يسبب لأطفال اختناء وهم نايمين ده حقيقي ده حقيقي والكبار كذلك فحاجة ما يتسكتش عليها ممكن مع مرور الوقت يبتدي يأثر على كبدو يعمله دهن كبد دهني اللي هو فاتي ليفر يبتدي مثلا بيزود فرصة الإصابة انه هو لما يكبر يبقى عنده أمراض قلب كوليسترول عالي فهم أذي ده غير طبعا الجانب النفسي اللي هو الطفل بقى بيبتدي طول الوقت يعني منه انه هو حاسس انه هو وزنه زيادة مش لاقي طاقم ومش قادر يتحرك زيه زي صحابه الجري والحركة دي بتتعيبه جدا تحميله على مفاصله بيشتكي من مفاصله في سن صغير بيبتدي للأسف يحس انه هو منعزل مش واثق في نفسه للأسف ما كان يتعرض للتنمر هكذا لو كلمنا عن أضرار سنة مش هيكفينا حلقات كتير جدا واكيد يعني أمهات كتير جدا مدركين أخطار السنة بس مش بيبقوا عارفين إزاي يتعاملوا مع أولادهم وأحلى حاجة فيك يا بكتور أمنيا بصراحة بديهات اللي شفتها لحضرتك ان انت بتندي المعلومة بطريقة مبسطة بطريقة الأمهات يقدروا يستوعبوها لأنه معظم الكلام بتاع الدكتر والأخصائين بيبقى كلام مهم جدا بس في الآخر الأمه بتبقى مش عارفة طب أنا أنفذ الكلام ده وطبقه في الآخر إزاي فأنا عايزاكي تقولي دلوقتي للمشاهدين الأمهات كمان اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي فترة الدراسة اللونش بوكس ده حاجة مهمة جدا ده مقدس لأنه لو إحنا ما عملناش لونش بوكس محترم ما عملناش وجبة غزائية للأطفال أو للمراقين كمان يقدروا يتناولوها في المدرسة بتاعتهم أو في التامنين أو أيا كان بيبدأوا يلجول حاجات الوجبات السريعة بقى الفرايز والبسكتس والحاجات اللي هي إيه تشبحهم وفي نفس الوقت بتكون مضرة جدا عليهم بزبط فبداية كده وليلي إيه اللونش بوكس اللي يكون لطيف والأطفال يحبوه لأنه برضو يعني موضوعا الأطفال يحبوه ده أنت عارفة يعني حاجة صعبة بصي أنا عندي أطفال فأنا ببقى دايما دايما حطة طول الوقت في مخ إن أنا مش دكتورة وبس أنا دكتورة وبحط نفسي مكان الأمهات أنا يعني بشوف اللي أنت بتشوفيه فاهمه قضي فبقى فارق معي إن لازم الطفل هو نفسه يبقى أنا ماشي برضو على مزاجه هو مش كل حاجة صحة لازم تتعامل بصي لو الأكله معجبوش دلوقتي الولاد بقى مش هيكله هيرجعوا لك اللونش بوكس زي ما بالضبط كده فهو مش المهم إنه هو يبقى صح وبس المهم كمان إنه هو يبقى على مزاجه فأنا مثلا دايما بنصح الأمهات في اللونش بوكس اللونش بوكس دي حاجة مقدسة ما ينفعش طفلي روح يعني يشتري أي حاجة كده ده ما ينفعش حتى لو فيه أكل صحي ستيل برضو أنت لما تبقي عاملة الحاجة بإيدك أنت عارفة أنت حطة إيه هكذا فدايما بنصح الأمهات أولا النشويات بتاعتك لازم تبقى النشويات مركبة نشويات صحية يعني مثلا التوست أو العيش يبقى أحسن إنه يبقى أصمر طبعا لأن العيش الأصمر ده معمول من دقيق وأمحي كامل يعني القشرة اللي برة بتاعت الأمحية موجودة هي دي بقى القشرة دي اللي فيها قيمة غذائية علي ناس كتير فاكرين إن التوست الأصمر ده اللي عاملين اللي عايزين يخصوا مش فاهمين أنه هو ده أصلا كويس عشان الهضم وبيساعد على الهضم بالضبط بيساعد في الهضم فيه فايبرز كتير هو ده اللي فيه عناصر ومعادن مش موجودة في اللجوه اللونه أبيض يعني هو ده اللي فيه مثلا زينك وماجنيزيام وفايتامين بي إلى آخره هو ده اللي فيه قيمة الغذائية أكتر طيب قلنا التوست الأصمر نحط إيه كمان مع التوست بروتين أهتم قوي بالبروتين وممكن أحط حاجات سكريات بس بسيطة ما اعتمدش إنه يبقى فيه نوتلا ولا تشوكليت ولا حلاوة طيب نستبدل دول بقى بإيه بروتين ممكن بروتين ده يبقى بيد ممكن يكون فريخ ممكن يكون لحمة مع مولة طريقة لطيفة تونة شرائح صدور فريخ طبيعية مش لانشون حمص والكل دي بروتينات أنا ممكن أنوع فيها لطفلي زي ما أنا عايز طبقا والجبن والجبن كمان يعني كل ما حتبقى لونها فاتح وده سامها أقل كل ما حتبقى صحية أكتر ومصدر بروتين كوي بشوف كمان ناس بتقطع خيار أو الكاروتس الجزر اللي هو الصغير البيبي كاروتس ده بيحطوه برضو بيبقى لطيفة لازم ما لسه هقولك بعد حطنا ساندويتش نشويات صحية بروتين هحط لازم خضار أعود ابني أن ياخد سامرة سامرتين خضار في المدرسة معاه لأنه هو جسمه محتكد أحط فاكهة فريش اللي هو بيحبه ومش على مزاجي أنا ده بدل النوتالا والحاجات دي ولا ممكن ندزي حاجة كده لازم أديله أنا من وقت للتاني ما ينفعش أحرمه لأنه هو طفله وحيقارن ما بينه وبين صحابه مقارنة دي بقى أنا منين أن أنا دلوقتي الأطفال صعب السيطرة عليهم في موضوع أنه أنا هروح المدرسة ماما مدياني لونش بوكس تمام وزيل فل وكله وحاجات صحية سهبدأ أشوف صحابي للتانيين بيجيبوا حاجات بقى من الكافتيريا بيطلبوا بيجيبوا فاست فود بيأكلوا فرايز بيأكلوا حلويات بسكتس وكيكس يعني الطفل طبيعي هو نفسه في كده برضو يعني ما لبلاش كلام مثالي وخلاص هو حيبقى نفسه في كده أنا طول ما أنا معوداه أن الطبيعي بتاعك هو الأكل بتاع البيت العادي ده العادي بتاعك حياكل الحاجات دي بس دي مش كل يوم مش ده الطبيعي بتاعه مش ده أساس وجبته هتدينه المصروف يعمل إيه بيه يا دكتور عشانا شوف ترك فيديو بيتكلم على الموضوع ده هتدينه المصروف يعمل بيه إيه هتدينه المصروف يشتري حاجات من المدرس أيوه يشتري بس مش مش يبقى مش أخذ أكل خالص وديله انطلق فاهمة قصدي على قد مقدر يجيب طبعا يجيب ممكن سناك يجيب سناك واحد مثلا في اليوم حاجة يختارها حاجة سناك قد كده غير حاجة سناك قد سوبعينز وغنانين فاهمة أطفال وأمهات بيلاق أولادهم مش بياكلوا فإحنا خلاص بلقينا أولادنا مش بياكلوا مثلا بيحبوا الفرانش فرايز بحبوا البطاطس محمرة نديله البطاطس محمرة ما أنا عايزة إيه بنياكل أنا مش عايزة أجوعه طول اليوم فبرضو حاجة زي كده في أطفال بيكونوا صعبين بيكونوا رفضين إحنا يعني إحنا عايزين نأكلهم أكل صحي وهم عناديين زي ما أنت عارض والله يعني اللي أنت بتحكيه بالظبط ده أنا بشوفه كتير جدا يعني في أطفال تيجي بتبقى عايزة مامتها بقى عايزين يخسوا وكده للأسف هو أصلا فعلا ما كانش بياكل كويس خالص فمامت ابتدت طب مثلا بياخد فرايز طب ماشي أي حاجة بياكلها حتى لو مش صحية هي عايزة يكل وخلاص لأ بعد كده بيدخل صدقين بيوصلوا ممكن لسمنا اللي ما بياكلش خالص ده بيوصل والله دي شفتها كتير ليه بقى لأنه هو بيبتدي يدخل سعرات أكتر من احتياجات جسمه نوعية السعرات بتختلف أنا مدخلة يعني سعرات فيها قيمة غذائية عالية ولا سعرات وملهاش قيمة فهم قصدي اسمها إمتي كالوريز أنا بقى اللي بحدد وأنا اللي بعوده هو على فكرة بيشوف بابا ومامته وأخواته بيتصرفوا ازاي أنا اللي بعوده على الطبيعي ده عامل ازاي على فكرة عادي حنتجمع وناكل على فكرة فاست فود ده ممكن كل الحاجات دي ممكن بس دي كم مرة في الأسبوع مرة ولا كذا مرة الأم العاملة دلوقتي حياتها غصبة عنها بتأثر على بيتها يعني أنه أنا عندي شغل فأنا هسحق إمتى الصبح حضر الكلام دوت وحضر له الأكل الهالسي ده أنا هتدينه مصروف هتدينه فلوس ينزل هو يشتدي من المدرسة أسهل حاجة احنا بنتكلم دلوقتي مش بتكلم بصح والغلط أنا بتكلم بالواقع أنا بحب والله جدا الكلام بالواقع انت عارف فهم قصدي صح وقتك ضيق وبتشتغلي وأم وراكي مسئوليات أو حتى مش بتشتغلي ووقتك ضيق على عيني وعلى رأسي كل ده بيحصل فعلا بس أنا لازم دايما ألاقي طريقة أعمل بها توازن يعني مثلا أنا اللونش بوكس ده تحضيره اللي احنا اتكلمنا فيه ده مش هياخد عشر دقايق الوجبات مثلا في الغدى لا ما ينفعش أعود أكسرتي إن العادي الديليفري دليفري وفاست فود لا أنا بأزيهم حقيقي لا مثلا أحاول دايما أكلاتي تبقى سريعة مثلا دايما عندي مثلا تراخمة الطعر وفيع حضر الوجبات واشيلها في الفريزر وطلحها وقت بالضبط أسوي كذا وجبة في وقت واحد واشيل في الفريزر ويبقى يا دوب بس هنزل على الأكل يتسخن وجاهز طيب أنا عايز أقلك برضو عن حاجة مهمة جدا دلوقتي احنا زي ما قلنا الولايات في فترة الدراسة وفي دراسة شغالة فيه متحنات كمان شغالة وكده ففيه أكلات قلت لي قبل كده أنها بتساعد على التركيز أكتر وعلى المذاكرة والاستسكار وليلي ايه أكتر حاجة ممكن تكون صحية وتساعد على المذاكرة أكتر الفترة بصي لازم دايما دايما فترة المذاكرة وعمة بس بالأخص بقى فترة المذاكرة أركز جدا على الحاجات اللي فيها أوميجا 3 الأوميجا 3 ده يعني دهون الجسم مش بيعرف يصنحها فلازم أخدها من الأكل هلاقيها في إيه؟ في الأسماك أي سمك فيه يعني فيه نسبة دسم بسيطة بتبقى أوميجا 3 المكسرات بالأخص عين الجمل ممتاز البزور بقى اللي هي مثلا بزور الشياء بزور الكتان اللب اللب الأبيض اللب السوري الحاجات اللب بده متعب قوي يا دكتورا ويقعد الولادي يقول لك أشاري لب أشاري لب فملاش اللب ده خلينا في عين الجمل أسهل ممكن كل ده مليان أوميجا 3 أنا لازم أعود أولادي عادي إحنا أكل سمك يعني أنوع في الطرق بحيث أن أنا أبقى ضمت أن هو الحاجات دي أخدها فهمه قصدي أما بقى لو طفل مثلا عنده حساسية من السمك ده لازم ياخد مكمل غذائي أوميجا 3 ما ينفعش أسيب ابني يبقى عنده احتياجات معينة لازم جسمه ياخدها ومديهاش هكذا فهمها مثلا البيض مليان فيتامين بي حيحسن أن الجسم يعرف يستخدم الطاقة اللي دخل له من الأكل يعرف يوظفها ويستخدمها للذاكرة ولمخة هكذا البروكلي، الفراولة، التوت الحاجات دي مليانة مضدات أكسادة كويسة جدا للذاكرة فهمتي قصدي؟ كمان الكاكاو الخام أنا ممكن أعماله ابني مع مثلا لبن سخن مثلا بس بحسن الكاكاو الخام رغم أن أنا عارف أنه مفيد جدا وصحي بحسه طعمه مور شوية زي أقدر أكثر حاجة زي كده عشان أتقبله هحط لبن كمية كويسة وحط عسل شوية العسل أحسن ولا سكر الدايت؟ يعني أنا دلوقتي عايزة أننا أستخدم حاجة صحية وما تخنيش أنهي أحسن العسل أننا أستخدم عسل ولا سكر الدايت؟ بصي يعني لو حتقرني عسل بسكر أبيض العسل أكيد سيبقى أفضل لأن تعامل الجسم معاه أفضل طبيعي أكتر في نسبة فيتامينز في نسبة معادن غير السكر الأبيض السكر الدايت دي خصة طويلة قوي يعني دي ممكن نقض نكلم إنه هو مدر يعني حلقة كبيرة حسب أنا باستخدم بكمية بسيطة خالص بكمية بسيطة محددة كميته ولا أنا شايفة إنه هو ما فيهوش سعرات فباستخدم منه بكمية كبيرة اللي بتعمل بيه الحلويات طيب لولدها الكوكيز الكيكس الحاجات دي ده مسموح ولا لا لازم نستطيع على فكرة ماشي مفيش مشكلة مفيش مشكلة أنا عملت بيه كوكيز يعني هياكل كام كوكي في اليوم ما هي أرجع وأقولك الكميات هي اللي بتثبت كل حاجة أخذ واحدة اتنين ولا هو وجبة كاملة كوكيز فاهم قصدي يعني مفيش حاجة مش عايز أقولك إنه حاجة مضرة على الإطلاق وحاجة مفيدة على الإطلاق حتى السكر الأبيض لو نستخدمه ينفع نستخدمه باعتدال يعني بكميات بسيطة خالصة في نيز بيذكروا مثلا في الدايت معاشي دي حاجة صحة والغلط إنه في الدايت أنا مثلا أقدر أكل بروتين إلى مالة نهاية أقدر أكل مثلا صالد أو فواكه أو خضار أو فاكه إلى مالة نهاية إيه اللي ممكن فعلا إنه أنا أقدر أكله لحد ما أجيب أخري وأشبع وإيه اللي لأ غلط كمية توب كبيرة بصي في ناس تبقوا متخلين أننا فعلا البروتين بأي كمية يعني عادي شخص يجيب كيلو بروتين عشان ساعت أنتو كخصيين تغذية بتكتبوا لنا بأي كمية بعد كل حالة كده بأي كمية صح؟ بعد الخضار حتلاقي بعد الخضار خاصة الورقيات أو الخص أو الخيار لأن دي سعراتها بسيطة أوي سعراتها مبتملاش المعدة يا دكتور كده مبتديش إحساس بالامتلاء والشبع بصي خلينا الأول أرد عليك في حتة الكميات وبعد كده هنتكلم إزاي أشبع وأنا بخصي يعني أنا وأنا بخصي مش جاعي مبدئيا كنا بنتكلم على الكميات على البروتين البروتين ما ينفعش بأي كمية ما ينفعش يعني ما ينفعش كيلو اتنين كيلو لا يا جماعة صح غلط ناكل فرخة كاملة في ناس على فكرة بتعمل كده ليه بقى؟ لأنه هو أهمل فكرة الخضار هو مش عامل توازن هو مش عامل حتة فرخة وطبق كبير سلطة أو خضار اللي هو عايزه ومثلا شوية نشويات صحية ومية لا هو أهمل كل ده وبيأكل بروتين بس البروتين آه ممكن أزود فيه شوية ولكن مش إلى مالة نهاية احنا بردو كأمهات بنحب النسترس على البروتين يعني لو الطفل مكلش أي حاجة تاني بس كل البروتين كل اللحمة خلص الفرخة دي خلص اللحمة دي احنا كأمهات بنسترس قوي عليها وبنحس انه هو لو كان ده وخلاص كده صحيته هتبقى زي الفن بصي احنا ده حقيقي فعلاً الأمهات فعلاً بتعمل كده لأن النشويات غالباً الأطفال ماعم علش احنا بنتكلم بحس الأمهات نتكلم على قد الواقع مش طرعين نقول احنا مش عايزين نقول كلام كلام كتب احنا دايماً الطفل غالباً هتلاقيه بياخد احتياجهم من النشويات بسهولة بيحب العيش بيحب الماكرونا بيحب الرز الفاكهة غالباً هتلاقيه بيحب أنواع من الفاكهة الخضار يعني مش كل الأطفال بس لازم أفضل وراه عوده ونوع له لحد ما أعرف إيه الأنواع اللي هو بيحبها لكن البروتين فعلاً لو قل عن احتياجات جسمه قصدي وتطوره وتركيزه لا مش صح ففعلاً احنا بنركز في البروتين ودي حاجة مش غلط ولكن للكبار حتت بأي كمية لا مش بأي كمية لو وجبتك متوازنة فيها مية فيها فاكهة فيها خضار فيها بروتين فيها نشويات صحية بكمية معقولة فيها دهون صحية بكمية محدودة برضو لان الدهون حتى لو صحية سعراتها عالية هلاقي نفسي انا شبعين انا على مداري اليوم باخد واجبات كده وشبعين دكتور لو احنا فعلاً يعني في ناس تقولك لا خلاص انا مش جعلنا دلوقتي مش هاخد السناك بتاع دلوقتي بعد الغداء بس شوية تلاقي نفسك بقى جوعة جداً وحاس ان السناك دي مش مكفيك طبعاً طبعاً يعني احنا كنا خلينا نتكلم برضو في موضوع الشهية اللي كنت بتتكلمي عنه حاجات بقى تسد الشهية ما ده لي علاقة برضو بالسناكينج على فكر يعني انا لو باكل وجبات اساسية ثلاث وجبات وفي النص باخد سناكس مثلاً فاكهة ومكسرات باخد لبن باخد زبادي باخد خضار الحاجات دي كلها بتكسر حدة الجوع اللي هتحصل على الوجبة التاني يعني ناس بتنسى نفسها في الشغل تيجي على العشاء حالة جوع مش طبعية بياكل بكميات مش طبعية الاطفال كمان ايه فكرة الاطفال ان احنا دلوقتي بيبضلوا طول اليوم في المدنسة وكده بحس كمان ان البرد بيخلي شهية الاطفال او شهية حتى احنا الكبار بيخلي شهيتهم مفتوحة جداً صح وعايزين لهم بقى ايه وجبات دافية وجبات تدفيهم في الشتاء وتحسسهم بالامتلاء وبالشبع ايه اكتر حاجة ممكن دلوقتي امهات يعملوها للاطفال بصي احاول دايماً حاجات تبقى دافية اعمل مثلاً بليلة باللبن للأسف امهات كتير ناسيتها معاني دي يعني احنا اطفال كلنا تعودنا عليها دي نشويات مركبة دي امحية على بعضها يعني فيها كل الفوائد بتاعت الامح اعمل شوفان باللبن بالعسل اقطع في فكرة العسل ممتاز الحمص صحيح ما بيتخنش اي حاجة هتكيها بكمية مظبوطة اه طبعاً ما تتخنش الحمص والحاجات اللي في الشتاء بشوفها اه حلوة اوي مفيها سعرات كتير فيها نسبة بروتين نباتي ممتازة هتدفيني هتشبعني اه طبعاً حلوة اوي شربة العتس طبعاً مقدس شربة العتس يعني مفيها سعرات حلارية كتير مش بتتخن جامد يا دكتور هحط فيها نشويات كتير وهحط فيها زيت او سامنة كتير مش لازم فكرة ان احنا هنحط بطاطس شربة العتسل احنا ممكن نحط جزر طماطم واحط بطاطس حتى بس كمية بسيط اه فهم قصدي بس ما غرقهاش سامنة بقى وزيت وكتب طبعاً كافي طيب البطاطا برضو كنا قولنا قبل كده واحدة مثلاً في اليوم واحدة كبيرة البطاطا دي ممتازة البطاطا دي يعني من اكتر وافضل النشويات المركبة لممكن الانسانية كلها غنية جداً بفيتامين اي مشبعة جداً او طبعاً ادي يعني اعتبرها من من النشويات اخد تقريباً حتة قد نص ايدي دي كده يعني حصة مشبعة جداً مفيدة اخدها وفيها كمان قيمة غزائية ساعة احسن من البطاطس طب عايز اسألك سؤال سريعاً كده نختم بيه الحلقة عايز اعرف منك دلوقتي الاطفال اللي نفسوهم مسدودة ما بيقدروش انهم ما يكلوا هل الام تتعامل ازاي في حاجة زي كده هل فيه ادوية فواتح للشهية بتفتح الشهية عشان الاطفال يقدروا يكلوا ولا ممكن الام هات يصرفوا ازاي في حاجة زي كده قصة اصلاح حاجة زي دي لازم اروح لدكتور عشان يشخص المشكلة سببها ايه هل هي مثلاً سببها سوق هضم فمؤثر على شهيته مقللها ولا مثلاً هي عنده مثلاً بيجي له امسك كتير ولا عنده مشكلة يعني فهمة طب لو طفل ملاش يا دكتور سيك من الكلام لو طفل بيتدل عمى بيكل هو طفل يعني اكلته قليلة عشان برضه نسهل على الامهات لو انت طفلك اكلته قليلة وبيكلش نعمل ايه؟ ببساطة كده من الاخر هحاول دايماً دايماً اوفر له الاكل لسعاراته عالية ومفيد فكهة على طول مكسراته على طول اعمل الحاجة بالطريقة اللي هو بيحبها ممكن مثلاً فيه اطفال ما بتحبش اللحمة خالص بس بتحب الكفت خلاص يا حبيبي مفيش مشكلة كفت فهمه قصدي الطعيده مثلاً الفراخ ايه حتة صغيرة يردى يكلها سيبيها له حتة كبيرة مش هيكلها فانزلي المخه لمستوى مخه ونوعي وحطي دايما الحاجات اللي سعاراتها عالية قدامه ومفيدة فاكهة مجففة زبيب مكسرات فاكهة عادية فريش فهمه نشويات صحية دورة كل حاجاتك مفشار ممتاز الفشار كنشويات صحية في اطفال ممكن يأكلوا شار طول اليوم انا عارفاهم يعني بص يا دكتور بجد كلام مهم جداً كلام محتاجين حلالك تنورينا في حلقات كثيرة حتى نتكلم عن موضوع التغذية مش بس كمال هتكلمنا المراضي عن الاطفال محتاجين بقى حلقة نتكلم بقى عن الرياضيين وعن اسلوب المناسب للتغذية للرياضيين اكيد اتنوريني في حلقات كثيرة جداً ربنا يخليك سنتعت جداً بالكلام معاكي وانا اكتر يا رب يكون الامهات اللي بيتفرجوا علينا يكونوا استفادوا بالكلام اللي احنا قولها حاولنا ان احنا نبسط لكم المعلومات والكلام وننزل بالنطلع الكلام اللي فعلاً الامهات يعني هيقدروا يستخدموه في حياتهم مع اطفالهم الاطفال اللي نطلعين يعنينا كلنا صح والله يا ربنا يخليهم دكتور امني يا باشكو حيات جداً نورتي مشتي جداً مشاهدينا دي كانت حلقاتنا النهاردة اشوفكم بكرة في حلقة جديدة ودايماً نهاركم ابيض بخاطئ الحمر